السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيد الخلق وعليه وصحبه وسلم عفوا نصوتي شوية تعبان من تغيير الجو عم بعمل خبز التورتيله لكل كوبين طحين رشة ملح وكوبين مي ملحنة فيه بخلطه مع بعض سهلة كتير وسريعة بصفيون شي ميتم ما يرواسب لما يعجل مع العجين وباطيون وبريحون نصها سخنت البقلاي بالأول حميد شوي وبعدها صار تنزل المزيج وبدوره لحتى يصير عندي طبقة رقيقة وأول ما أتأكد إنه نشفت الحواف أترافع من برا بصير بقلب القرص معي نشوش لون عبين فخ من النص متل رغيف الخبز نشفت الحواف 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 وضع الحشوة بقلبها انا تركته لحتى ورجي كونية ما بتاخد معي وقت كثير وسهلا وهيك حتى خلصت الكمية شوفوا الخبز شطري بلتفت معي بسهولة لا بتكسر ولا عدن معي وهي لفات في البهيتة اللي نزلتها بالمرة سهل كتير جربوها ان شاء الله صح وعافية لا تنسونا باشتراك و لايك و كومنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته